أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة جديدة في القسم الثالث والأخير في حلقتنا النهاردة في يحكى أنا والحقيقة أن القسم الثالث ده في الحلقة دي والحلقات القادمة إن شاء الله باستثناء حلقة الأسئلة يعني هيكون عبارة عن فقرة جديدة قلنا أن إحنا نقدمها لحضراتكم إن شاء الله تكون مفيدة وتكون فيها معلومات حلوة قوي الفقرة دي اسمها لما تعرف هتاكل يعني إيه لما تعرف هتاكل؟ يعني فيه حاجات معينة إحنا ممكن نكون بنتعامل معها على إنها حاجة عادية خالص فاكرين من فترة كده عملنا لكم فقرة برضو اسمها أكلات مهمة منسية لأ دي بقى أكلات مش منسية ولا حاجة أكلات إحنا فاكرينها وكل حاجة بس مش عارفين مدى أهميتها يعني بنتعامل معها لأنها آه أكل كويس وكل حاجة تمام يعني لكن مفيش تصور عند الكتير قوي مننا مدى أهمية هذه الأكلات اللي تباني إنها بسيطة أو اعتيادية أو إحنا بنتعامل معها عادي عشان كده الفقرة اسمها إيه لما تعرف هتاكل أول فقرتنا النهاردة يعني أول مرة بقى نتكلم فيها الموضوع ده هنتكلم عن مادة غزائية جميلة جدا جدا اسمها الجبنة الأريش الجبنة الأريش دي يعني الحقيقة يعني إن هي أكلة أنا بقولنا أكلة طيبة جدا هي اختيار مثالي من ضمن اختيارات الفطار أو هي لوحدها كده للفطار أو العشرة طيب إيه بقى للمفروض يعني أنا عايز أقوله لكم النهاردة يعني إحنا عارفين إن الجبنة الأريش دي حلوة وبتستخدم أحيانا للي بيعمله رجيم يعني تمام ونسبة كل يعني بس هي إيه أهميتها يعني جبنة الأريش دي اللي الناس كلها تقول الجبنة الأريش مهمة جبنة الأريش مهمة هتعرفوا بقى دلوقتي فلما تعرف ايه هتاكل الجبنة الأريش مصدر غني جدا بالكالسيوم من أغنى المصادر بالكالسيوم اللي بتكون معتمدة على اللبن ومشتقاته والكالسيوم يعني كالسيوم بقى مهم هي فيها كالسيوم كبير جدا جدا أعيز أقول لكم أنه يعني هي أحسن نوع أكل فيه كالسيوم بالنسبة للأطفال الصغيرين في بدايات الأكل اللي هي في 7 شهور و 8 شهوره كلام ده كله تمام؟ لأن قدرة الأطفال أو القدرة على استخلاص الكالسيوم من الجبنة الأريش بتكون عالية جدا الكالسيوم مفيد اللي هي غنية بقى اللي غني في الجبنة الأريش قوي بيكون مفيد إيه؟ مفيد في صحة العزام والأسناء بينظم عمل الأعصاب بينظم عمل العضلات الكالسيوم ضروري للتجلط الطبيعي للدم ضروري لتنظيم إنزيمات الجسم ضروري لتنظيم ضغط الدم دي أول حاجة الجبنة الأريش بتقدمها لنا كهدية إن هي غنية جدا بالكالسيوم مش غنية بس تمام؟ يعني أغنى من أي حاجة تانية في القلبات طيب إيه مزيتها التانية؟ إنها غنية جدا بالبوتاسيوم البوتاسيوم ده فايدته إيه الجسمينة؟ بيضب بيضبط ضغط الدم بيعمل توازن في ضربات القلب بيضبط أو بيضبط اندفاع الدم داخل العضلات تمام؟ طيب إيه تاني جبنا الأريش غنية بيه؟ غنية بعنصر من المعادن الندرة اسمه السيلينيوم والسيلينيوم ده بيدخل مع فيتامين إي في عمل كل الإنزيمات المضادة للأكسادة في الجسم ولما بنقول كلمة مضادة للأكسادة يعني صحة القلب والأوعيات الدموية صحة الأوعيات الدموية للمخ مقاومة الشيخوخة صحة العيون صحة البشرة صحة الجلد السيلينيوم كمان اللي موجود في الجبنة الأريش بيدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية واللي وظيفها الأساسية تنظيم عمل الهضم يعني تنظيم عملية الهضم والتمثيل الغذائي اللي هو لما ناكل نستفيد من الأكل وكمان تنظيم ضربات القلب ووظائف العضلات وتطور البخ وصحة العزام ها خلصت كده الجبنة الأريش فوائدة لا لس الجبنة الأريش كمان غنية جدا بالفوليك أسد واللي بيكون مسؤول عن النمو الطبيعي للجهاز العصبي عند الجنين عشان كده الجبنة الأريش غزاء مثالي للحوامل وكمان الفوليك أسد بيوفر حماية للجهاز العصبي عند الكبار والأطفال خلاص الجبنة الأريش كمان غنية بالدهون المشبعة المفيدة كل ده في الجبنة الأريش اللي هي ملهاش طعم دي فيه ناس كده يقولوا ملهاش طعم لا الجبنة الأريش دي هتنعرف دلوقتي كده مش هنعرف مش هلا أقولك ويعني ده أنتوا اللي هتقولولنا غنية كمان بفيتامين ألف اللي هو فيتامين إيه وفيتامين إيه ده ضروري للنمو ضروري للصحة الإنجابية ضروري للتقام الجروح مهم جدا في التقام الجروح مهم جدا يعني كل الناس اللي مروا بتجارب فيها جروح قوية عارفين أن فيه قطاع كده من المراهم والمستحدارات الطبية بتلاقوا أساسه أنه بيعتمد على فيتامين ألف ففيتامين ألف مهم قوي في عملية التقام الجروح مهم كمان قوي لصحة البشرة وأكيد مهم لصحة العيون زي ما كلكوا عارفين ومهم لصحة الشعر وصحة الأغشية المخاطية وتحفيز المناعة الجبنة الأريش كمان ليها أهمية كبيرة جدا في أنظمة فقدان الوزن يعني كل اللي عايزين يعملوا نظام غذائي عشان يفقدوا وزن زائد جبنة الأريش دي من الحاجات المهمة جدا مهمة كمان في الوقاية من مرض السكر وهي من أكتر الأطعمة زي ما قلت الملائمة للأطفال طيب الجبنة الأريش مش أنا بقول لكم أكلة طيبة ممكن تتاكل لوحدها ممكن يضاف عليها بقى الطماطم زيت الزتون الخيار الزعتر النعناع الزتون الفلفل الألواد الإضافات دي كلها أولا بتزيد من حلاوة طعمة ثانيا الفوايد الغذائية اللي في الإضافات دي بتضاف للفوايد العظيمة اللي عرفتوها دلوقتي للجبنة الأريش يبقى لما تعرف وديكوا عرفتوه هتاكل أكلات كتيرة جدا جدا انتوا هتفاجئوا يعني أكلات عادية جدا جدا هتلاقوا فيها فوايد رهيبة عشان كده ده بيؤكد للمرة المليار رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا وأنه أعظم الفوايد موجودة في أبسط الأطعمة وأرخصها